موسيقى 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 أحسن ما يقال عندي بسم الله وبك نبدأ حبك في سلطان جسدي مع الزكيائين واحدة كيف النحلة اللي تسدي تبني شهدة فوق شهدة يا محمد أنت سيدي صلى الله عليك لبدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أزول وإسلامة ومرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم في حصتكم العنقاوية موسيقى في وقت الاستعمار كان الشعبي يحوس على المكان ذياله في المجتمع الجزائري كما كان في هذا الوقت الأحزاب السياسية تبحث وتحوس على الاعتراف الموسيقى الشعبية أو المدح أخلقت جمهور جديد في القصبة بلا ما ننسوا باللي أغلابياً تع السكان تع القصبة كانوا جاوه من الريف الشعبي كان عنده صادر اجتماعي كبير على الجزائريين وصبح ظاهرة جديدة وجمالية اللي تبناوها ولاد القصبة المدح أو الشعبي أرجع في متناول جميع الناس وهذا بفضل الموسيقى اللي كانت بسيطة وخفيفة الشعب الملحوم مفهوم من طرف الجميع وهذا بفضل الشيخ المعظور كي زاد محمد خالو هو اللي راح للبلدية با يسجله خالو ما يعرفش يتكلم الفرنسية كي الحق للبلدية قال للعون الإداري اللي هو فرنسي أنا خالو بابه مريد لا يستطيع أن يأتي على خاطر رجلات قطعت أب محمد كان ماصون يعمل في الجامعة اليهود وضعت عليه حجرة كبيرة كان هناك رواية أخرى يقولون بابه من الشعف وضعج و رجلات قطعت العون الفرنسي قالوا كيف تسمي الولد؟ خالو ما يعرفش يتكلم الفرنسية قالوا خالو الفرنسي اكتب هالو و من هذا الوقت ولت عائلة اي تي دير واسمها هالو بابه ايه يا سي العربية ما نحكي لك و ما نقوم بمعلك تبارك الله و فيهم زاوية الوزان تبارك الله و الله لا قاموا بيك لا يجزم الحال يا صحيح يكتر خيرهم يكتر خيرهم و ربي يجزهم و أعجب على هذا كانت عندي فرصة ويتلاقيت وتعرف المدى حين وشو عارب من الكبار الله يبارك نعم أسيدي هم تاني زاد وعطاهني قصائد كثيرة بارك الله فيهم وربي جزيهم لا بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة ايشنو انا كما تعرفوني وكما تعرفوا تبايعي ستغيرت شوية فتبوا الايقاع ايه حبيت كما اقولوا احنا المدن لهم لحنا خفيف يحقب لي و تنسمعه صحيح صحيح ايشيخ ولكن لم يعتبر مدين الادع و الايقاع اه ياسع عمارة كان يجب علي فعل هذا الشيء والله لا صهرت اليالي و اليالي و انا نفحت عن التاريق لنبدح بها لعطاء القلوب الناس ايه واليو الحمد الله الحمد الله سوف ترى نتيجة بعينكم لا صحيح ايشيخ ايش يطف session انتم ابداية الله عليكم سأكون الشيخ كبير يبارك فيك يا شيخ ويجب أن تعرفه مليح أخبرني هذا الشعب وماذا يحب؟ يحب الإيقاع الخفيف صحيح صحيح يا شيخ يا ولد هذا الشيخ تكساها تكساها هيا تبعني السلام عليكم مرحبا مرحبا أصدح الخير هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ مرحبا الحمد لله بسم الله هذا الشيخ جديد صحيح يا ربي مرحبا الحكومة الفرنسية طلبته من أمير خالد بالرحيل قالوا أنه يجب أن ترحل من البلد لماذا؟ لأن الأمير خالد سأكتب رسالة إلى الأم المتحيث وأكتب حتى للرئيس شوف نعم أكتب للرئيس سارسير ويلسون وكشفه كامل نوايا الحكومة الفرنسية راو وحطي الدوف المضرب اللي يوجع هايا 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 جماعة نخفوا شوية اليوم هايا ما يكون غير خاطرك يا الشيخ موسيقى 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 ماهي موسيقى قل لي اسمك انا اسمني محمد محمد هذا جيد هذا بيبي تنسخي على الاتا سيفيل على النام محمد ايدير من 1907 عائل تايت ايدير والتي تسميها هالو في الحلقة القادمة ان شاء الله راح انك تشفو طفولة محمد كيف شعشق في هذا الفن وتعلق فيه نتمنى لكم لحظات ممتعة مع الفرقة العنقاوية استودعوكم الله وبقوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى نبدأ نضم بالاسم الكاتب نبدأ نضم بالاسم الكاتب يا فهم الغرب لا تساشت القول صلي علي الحبيب الطهر صلي علي الحبيب الطهر صلي علي الحبيب الطهر يلي غفل شوف وكر يلي غفل شوف وكر اللي عطاه ربي في الملك يجور ربي علي المليح يدبر قال لي كل حيني عرفوا هبو ربي علي المليح يدبر موسيقى ربي علي المليح يدبر هدم شهدوا بعيني حكموا على المرأة والراجل عن خلقيني سلطاني شوف الفطم كيف تبدل لا يم وليالي تاني سلك من يكون ميسر سلك من يكون ميسر يشفي بحكمته من هو معلوم ينهر من تغى وتجرب يتغى وتجرب خصوص من احترر واجعل روح وغوق أربي على المليح يضب اللي كل حيني عرفه مهبول أربي على المليح يضب يهتم اللي تغى تجهله ولبال تنال في الحياة يفيدا فاللي هدى رب المتعين سي ويرميه للإيقراد وقريت من فواه الريجا وعطيت الكريم السيادة على حرب العدومة نوخة على حرب العدومة نوخة على حرب العدومة نوخة اللي ينصلوا الله سيفوا مسلوم يفرح وينال ويمشون يفرح وينال ويمشون استغل الكريم داية وجهه مغزول أربي عالي المليح يطبر اللي يقول حيني عارفهم هجوم أربي عالي المليح يطبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة